كمليم معاك وفكراتنا ومن أول اليوم والأكتر من أربع ساعات وإحنا بنتكلم على تصاعد الأحداث في الشارع المصري وطبعاً الحدث الأهم هو مقساة كورسعيد وأكيد اتكلمنا على الاشتباكات والاعتصام اللي بيحصل في ميدان التحرير وفي محيط وزارة الداخلية وكلها يعني أحداث كبيرة وأكيد ليها أثرها على حاجات كتيرة جداً ومن أهمها الاقتصاد الوضع الاقتصادي في مصر أكيد بيتغير يوم بعد يوم بعد ثورة 25 يناير صحيح فيه أيام بيتحسن فيه أيام بيتراجع بس الوضع النهاردة لازم نبحثه مع ضفنا أستاذ متولي رمضان مدير تحرير جريدة المال صباح الخيار صباح الخيار فاندم وطبعاً كلنا على الدراية تامة بكل اللي بيحصل في البلد في الوقت الحاضر يمكن عايزين تطمر بس من حضرتك يعني مثل هذه الأحداث اللي بتحصل وبنمر بيها تأثيرها ايه على الوضع الاقتصادي في مصر حالياً الأول ربنا يرحم كل شهدأنا يعني آخر حاجة ممكن نتكلم عنها أنه نطمئن على حاجة في وضع زي ده لو حضرتك فاكرة أنه في حلقة في البرنامج ده قبل كده كان قبل تولي الدكتور الجنزوري مهم الحكومة أنا قلت لحضرتك أنه الحاجة الوحيدة اللي مفروض يعملها الدكتور الجنزوري أنه ما ياخدش الحكومة لأنه هو ما ياخدش ايه؟ ما ياخدش الحكومة ما يقبلهاش لأنه البلد محتاجة استقرار سياسي وجود الدكتور الجنزوري وإصرار المجلس العسكري على إعادة إنتاج كل ما يتعلق برموز نظام مبارك وسياسات نظام مبارك مستحيل يجيب استقرار وبالتالي احنا شفنا تطورات الوضع من قبل ما يستلم الدكتور الجنزوري الحكومة لغاية الوقت الحالي ما فيش تقريبا أسبوع ما فيهوش أزمات مستمرة سياسية وبالتالي ده انعكازها المهم على الاقتصاد احنا محتاجين علشان نقدر نتنقل الاستقرار إنه يبقى فيه تغيير حقيقي يبقى فيه تمن بجد لدم الشهداء اللي لا يمكن يتعاوض يعني احنا عندنا من 25 يناير 2011 لغاية الوقت الحالي وإحنا عملين ننزف فالدم ده له مقابل لازم يحصل لازم يحصل تغيير تغيير حقيقي بس المشكلة إنه هو المقابل عندهم دلوقتي اللي احنا دايما بنشوفه يعني الفلوس دايما لما بتحصل أي حادثة مؤلمة أو مأساوية جدا اللي هو مفروض يكون الرد بتاعها مختلف تماما عن اللي بيحصل يقولك التعويضات التعويضات هي الفلوس التعويضات والفلوس آخر حاجة بيفكر فيها شباب مصر احنا المجتمع المصري مجتمع محتقن غضبان من سنين طويلة مليء بالأزمات وناس كتير جدا عانت من التهميش عانت من البطالة عانت من الإهمال عانت من الاستبداد وعانت من التعذيب وعانت 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 إلى خيره فيه غضب شديد ومتراكم عند الشعب المصري والغضب ده محتاج حل الحل بتاعه الطبقة السياسية الحكمة والمصالح الحكمة دي كلها لازم تمشي ولازم يحصل تطهير حقيقي لأجهزة الدولة احنا مقساة بورسعيد ما هيش مقساة عادية دي مقساة متورطة فيها أجهزة الدولة الاتهام واصل للمجلس العسكري نفسه فلازم يبقى فيه حل بجد تطهير بجد تغيير بجد احنا في الاقتصاد لو حنتكلم عن الاقتصاد أنا كنت بقول قبل كده ان الاقتصاد كان يوم 25 يناير أفضل 2011 أفضل من مارس 2011 أفضل من يونيا ويوليو 2011 وهكذا احنا عملينا تداهور باستمرار والتداهور ده فيه تواطئ مستمر عليه فيه تواطئ مستمر على استمرار الانفلات الأمني واستمرار الفوضى الأمنية اللي بتأثر على السياحة وعائدات السياح وشوفنا المراكب اللي احتجزت وما حدش سأل فيها والأجانب اللي بيقبض عليهم علشان يتم تصويرهم على انهم جواسيس وفي الاخر لهم جواسيس ولا حاجة فبقت فيه حالة معروف من مصر دلوقتي ان المجلس العسكري بيعزز الزينوفوبيا في المجتمع المصري او حكاية العداء للأجانب الطبيعي ومنطقي جدا ان السياحة ما تجيش تاني او تتأثر بشدة وهي ما زالت عندنا مشكلة كبيرة جدا في الفلوس اللي بتضرها السياحة لمصر فعايزين اتطمن بقى على البورصة واخبار البورصة عاملة ازاي دلوقتي برضو حضرتك البورصة اخف مشكلة في الاقتصاد البورصة كان يجب ان تغلق ولا يتم فتحها حتى يتم استقرار الاوضاع السياسية لان البورصة الخطر الحقيقي فيها مش اضافة للاقتصاد باي شكل هي لا مكنة ولا مصنع ولا اي حاجة هي مش اضافة للقطاع الانتاجي ولا بتوفر فرص عمل ولا ولا الى اخره البورصة مشكلتها في الازمات العنيفة الازمات الاقتصادية والسياسية العنيفة ان هي بتبقى قاناية لتهريب رأس المال للخارج وده بيحصل من مارس من ساعة اعادة تفتح البورصة حتى الان والجهات بقى الرقابية المسؤولة بتسهل ده يعني عندي هيئة الرقابة المالية بتسهل ده هيئة سوق المال بتسهل ده شركات السمسرة وبنوك الاستثمار وادارات المحافظ والى اخره كل دول بيسهلوا هروب رأس المال من مصر وده كارثة في حقيقية لانه فجأة مش حنلاقي دولارات في السوق والعملة المصرية حتنهار اكتر ما هي التنهار ومش حنلاقي دولارات في السوق نجيب خامات المصانع علشان المصانع هتشتغل ولا نجيب المنتجات الغذائية علشان ما نعملش ازمات في السوق احنا دلوقتي الاسعار كلها بترتفع بشكل مستمر اسعار السلع الغذائية بالتحديد لان احنا بنستورد 60% من اكلنا المرحب فاحنا حنفضل في المشكلة دي طول ما في ممرات وقنوات لهروب رأس المال المشكلة كمان انه البورصة مش هي الوحدها ممره هروب رأس المال في مصر كمان البنوك وده من حوالي اسبوعين او اكتر كانت فيه ناشرة خرجت من البنك المركز المصري بتنبه على البنوك ان هي ما تحولش فلوس برا لعمليات استيراد الا اذا تأكدت ان عملات الاستيراد دي حقيقية ده معناه انه طول السنة اللي فاتت كان بيتم تهريب الاموال عن طريق عمليات استيراد وهمية وده كارثة اخرى يعني احنا دلوقتي بنعاني من هروب رأس المال سواء الاجنبي او الناس البهوات اللي معاهم فلوس مصرية دلوقتي وبيصفوا وبيخرجوا برا مصر ما بيخرج برا بياخد معاه العملة الصعبة اللي احنا دلوقتي مواردنا منها بتيجي من حتتين او ثلاث حتت السياحة خلاص اتقفلت مفيش عملة صعبة بتيجي من السياحة الاستثمارات الاجنبية مفيش مستحيل بعد ثورة وحالة عدم استقار سياسي مفيش حد اعا الفلوس اللي ممكن تيجي هتبقى محدودة جدا 500 مليون دولار في سنة وده كرقم تافع جدا جمع علشان خاطر المصانع بتاعة الشركات الاجنبية اللي موجودة في مصر حاليا واللي بيجيبولها قطع غيار او بيجيبولها خامات وحاجات بالشكل ده بيدخلولها فلوس لكن عموما مفيش استثمار اجنبي وصعب وطبيعي جدا مجلبش استثمار اجنبي القناة السويس هي اللي بتدر دخل من العملات الاجنبية اللي احنا طبعا لسا الحد النهاردة ما نعرضش وديه حجم الدخل ده بس ما حصلش فيها مشاكل او معروفه ما حصلش فيها مشاكل التحولات العاملين المصريين من الخارج زادت ما حصلش فيها مشاكل عائد الصادرات يعني الفجوة بتاعة العجز التجاري قلت نسبيا خلال الفترة لكن المشكلة تظل انه في مصادر اخرى للنقد الاجنبي بتتقفل علينا بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني البورصة انا ما يهمنيش البورصة بتطلع ولا بتنزل البورصة طول ما هي مفتوحة هتفضل حضرتك بتتحرك كده بس اني خلينا نجعل صعود وهبوط سريع على حسب الحالة النفسية للناس وعلى حسب المضاربين المضاربين بيشوفو انها استفقلت فيتدخلوا ويشتروا بيشوفوا الموضوع ممكن يبيعوا او يعملوا حركات في السوق يعني يشتروا ويبيع علشان يلعب حاجة بيسموها بأفرج بيعمل أفرج بين الصعود والهبوط يحقق ما يكاسم خليني اوصل لحضرتك برضو احساس الناس في الشارع الناس المواطنين العاديين جدا في الشارع دلوقتي بعيد عن عوامل الاقتصاد ايه اللي بيدخل فلوس وإيه اللي ما بيدخلش فلوس الناس خايفة كل يوم بنقرأ فجرائد مصر بتطلب كارد من البنك الدولي مفروض علينا الشروط سياسية والشروط اجتماعية وانترستس عليها جدا يعني كل شوية بنسمع حاجة تحسسنا اكتر ان احنا بنرجع ورا وحضرتك بتأكد دلوقتي ان الاقتصاد يتدهور يوم بعد يوم مفيش اي حاجة مصر مسنودة عليها لا مصر مسنودة علي نسهة يعني انا بس عايز اقول اكيد بس اكيد في عوامل دخل اقول لحضرتك اهم حاجة في مصر الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ما هواش اقتصاد بيعتمد على سلع واحدة يعني ما هواش بيعتمد على البترول ولا بيعتمد على كازو هو فيه تنوع فيه صناعة وفيه زراعة وفيه تعديل وعندنا العمالة المدربة بقدر كافي تقدر العوامل بتاعت ان احنا نتحمل صدمات اقتصادية عنيفة موجودة لانه زي ما بقولك حضرتك الشعب المصري لازم يشتغل وبيعرف يشتغل وعنده اقتصاد متنوع بس هي المشكلة ايه المشكلة في السياسة الاقتصادية اللي محطوط والسياسة اللي مصر عليها المجلس العسكري والحكومات هم مش عايزين يغيروا السياسة في عصر مبارك دي الازمة هو عايز يخلي نفس السياسة الاقتصادية اللي منحازة لفئة قليلة جدا من رجال الاعمال مش ممكن يتجاوزوا الف عيلة في مصر منحازة لمصالحهم التحقيق ارباحهم على حساب المجتمع المصري ده والمجتمع المصري دلوقتي غاضب وعايز حقه الشعب المصري غاضب وعايز حقه هو مصر على هذه السياسة وحتى الالف عيلة دلوقتي هم اللي بيهربوا الفلوس بره هم اللي بيهربوا رؤوس الاموال وانا عايز ارى فهو ده بسبب ان هم نفس المدرسة يعني فمش عارفين يغيروا السياسة ولا هم ده عن قصد لا لا هم امتداد للنظام حضراتك مش مسألة نفس المدرسة هي هم امتداد لذلك النظام الذي كان يترقصه مبارك ويدير الاقتصاد وجمال مبارك انا اصد كده انا اصد هال هو ده عن قصد يعني امتداد هذه المدرسة عن قصد لحد الوقت بالزبط هي متعمدة وسواء لما كان الدكتور سمير رضوان في الحكومة الاولانية بتاعة شرف عمل الموازنة العامة قلنا ان الموازنة العامة للدولة دي لا فرق بينها اطلاقا وبين موازنات يوسف بطرس غالي هي هيها بالزبط نفس مستوى الضرائب نفس الانحيازات السياسية الموازنة العامة بتحدد السياسة الاقتصادية للدولة بتقول هي منحيازة المين فهي نفس الانحيازات السياسية تكلمنا حوالين ضرائب تصعودية لانه مصر من الدول احنا مش محتاجين قروض من الخارج احنا محتاجين نعيد هيكلة التوزيع الموارد عندنا علشان نقدر نوجه الانستثمارات عجبا نعيد الهيكلة دي يعني احنا نقدر نمشي قد ايه قدام لا حتى الان يا حريك بتقول مصر معتمدة على حاجات معينة على الزراعة مثلا ده احنا لو بصينا على عنصر عنصر الزراعة احنا بنستورد المحاصيل الاساسية اما هو علشان حضرتك السياسة الاقتصادية يعني مثلا انا محتاج في مصر ايه محتاج امح واصب ومجموعة محاصيل وفول ومجموعة محاصيل استراتيجية لا احنا بنقفل الامح علشان البهوات مستورد الامح مصر اكبر مستورد للامح في العالم وفيه مصالح مهمة جدا شركات بطلت هيئة السلعة التموينية تستورد الامح بنفسها وبقى فيه وسطاء شركات خاصة الله اعلم خاصة دي بقت شغلتها تروح تجيب الامح وتديه باسعار اعلى لهاية السلعة التموينية وشغلتها وسيط في الموضوع اما ده كل اللي بيحصل ده بقى عابد وكانت هي اللي بتجيب الامح المصرطن وكانت بتجيب الامح السيء ولا اخر وبنزرع بدلها الفراولة علشان الفراولة تتصدر جميل الفراولة لما بتتصدر عائد التصدير ده بيروح لمين بيروح للبيه صاحب مزرعة الفراولة لكن انا بضحي بضح احنا عندنا اليابان حضرتك الرز بتاعها بتخسر فيه وبتزرعه وبتدعم مزارع الرز الولايات المتحدة بتزرع محاصيل زراعية بتغطي احتياجاتها وتغطي احتياجات نص العالم ومع ذلك بتدعم المزارعين علشان يفضلوا يزرعوا هذه المحاصيل فرنسا بتدعم مزارع العنب تتقلب منظمة التجارة العالمية رأسا على عقب احنا ده محطول استراتيجي لا يمكن ما ندعموش احنا مستخسرين الارض في القمح حالف يا دي عالف يا دي كلها مشاكل بقى يعني الساعة عمي بنتكلم فيها من فترة وكلها بتتوقف على مواقف وقرارات ومتغيير سياسات وحاجات كتير جدا لكن اللي احنا عايزين تطمن عليه دلوقتي حاجات كتير جدا زي مثلا صندوق النقد يعني هل مثلا الاحداث اللي بتحصل دلوقتي ممكن تخلي الموقف من صندوق النقد يتغير ولا لأ لأ حضرتك هو صندوق النقد الدولي حيدي القرد بس هو شرطه علشان يدي القرد ان المجموعة الحاكمة دي تفضل حاكمة وتفضل على نفس السياسات صندوق النقد الدولي كل مهمته اولا انه يضمن بس انه فلوس الدائنين ترجع تاني وانه مصر تلتزم بسياسات السوق الحر والاقتصاد المرتبط بالاقتصاد العالمي والانفتاح وما تقربش خالص وتتبنى سياسات تقشفية عنيفة السياسات تقشفية قبل الفقراء يعني احنا في بلد 40% منها تحت خط الفقر ومشكلة جزء من الثورة من روافض الثورة المصرية هو الفقراء المهمشين اللي ما استفدوش خالص من سنوات النمو اللي كان نمو في ارباح الاغنياء ومع ذلك صندوق النقد الدولي بيطلب سياسات تقشفية والدكتور الجنزولي بيتبنى سياسات تقشفية سياسات تقشفية دي يعني حضرتك احمل الفقراء اعباء الازم ما بصرفش كويس على التعليم ما بصرفش كويس على الصحة ما بصرفش على المرافق ولا الخدمات ولا في حد أدنى ولا حد أدنى ولا حد أدنى للأجور ولا حد أقصى للأجور سايب وما بزودش درائب طبعا لأنه ده جزء مهم من الموضوع أنه مش عايز يخوف رجال الأعمال اللي استفادوا طول الفترة اللي فاتت دي من النهب المنظم لموارد البلد يعني الوضع الاقتصادي اللي احنا وصلنا له دلوقت يا أستاذ متوليد يرجع زي ما البعض ونعقول البعض دولها كلها في الآخر يعني بيقولوا على الصوار والوجود في التواجد في مدان التحرير والإصرار على تحقيق مطالب الصورة ولا بيرجع على أن فيه لسه فسات في النظام مين اللي ماسك السلطة مين اللي بيقرر السياسة احنا دلوقتي بنقول أن السبب الأساسي في تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار التدهوره هو اللي ماسك السياسة لأنه هو مقرر السياسة الاقتصادية تسير في أن اتجاه خلاص ايه الناس اللي رحت في مدان التحرير يعني نبعد بقى التهمة والحجة بتاعت مدان التحرير احنا عندنا من أول ما تولى المجلس العسكري السلطة وحتى الآن لا يكف عن تشويه الثور لا يكف عن بس الانقسامات ما بين الناس لا يكف واعتقال وما حكمات عسكرية وتعزيب والناس دي هاللي عملت الثورة شمعنا دلوقتي بأم خوانة ومولين وكذا وكذا كل الحاجات اللي بنسمعها كل المطالب اللي بتقدم علشان خاطر الحل المأزق السياسي يعني المجلس العسكري يمشي وتتعمل حكومة إنقاذ المجلس العسكري يمشي وتعمل رئيس مؤقت إلى آخره المجلس العسكري له مصالح فقوية معينة وحريص على إنه المصالح الفقوية دي تتفرد على الدولة وحريص على إنه الدولة القادمة اللي هتبقى ما هيسلمها للمدنيين تبقى تحت سيطرته إلى آخره وبالتالي مستعدي ضحي باقتصاد البلد مستعدي ضحي بأمنها باستقرارها علشان خاطر المصالح دي تستبر طب وآخر حاجة يا سيد متوالبي إنه سمعنا من فترة قصيرة جدا عن المخزون الاستهلاكي وعن قرب انتهاءه الموضوع ده حقيقي ولا لا عشان فيش والله هو طبعا ده مش حقيقي بس لو هم وصلوا للمقطة دي يبقى نوين يفجروا البلد يعني دي المنطقة الخطر إحنا دلوقتي زي ما بقول لحضراتك عندنا 40% من شعبنا تحت خط الفقر لو تلعب في السلع الاستهلاكية الأساسية اللي بيعتمد عليها الناس دي احنا ما نتضنش ممكن يحصل إياه ده سلاح زوح الدين عموما بيستخدم انت عندك السلطة الحاكمة بتحب تسيطر على الجمهور أو تسيطر على الناس بسيطر على الناس بإنها تخوفهم من الأمن وتخوفهم من الجوع يعني دول هم أهم عنصرين ممكن يخفضوا البني آدم اللي مستوى الحيوان اللي معاه أكله يبوس رجله معاه أمانه يبوس رجله فهو بيلعب بدول بس دول سلاح زوح الدين في الحقيقة لأنه غياب الأمن هيخلي الناس تاخد الأمن بنفسها غياب الوسائل المعيشية الأساسية هيخلي الناس تنفجر نا يبقى فيه طورة جيابة بالظبط فهو احنا مش عايزين لعب بالأمور دي ومش عايزين تخويف من النواح دي وعايزين نبتدي نعدل السياسة بما يحقق مصلحة واستقرار البلد دي ويكونوا أماناء فعلا عليها ووضح أن احنا عن عمد يعني ما بيوصلناش أي معلومات سياسية سواء يعني متكلم على حدث مريع حصل في مصر ما بنسمعش عنه حاجة حدث اقتصادي ما بنسمعش عنه احنا تقريبا بدون معلومات ماشيين بنحاول نفسر ونحلل بس ما عندناش أي شيء ثابت المعلومات كلها والحقيقة كلها أوضح من الشمس لا يمكن يكون الشباب اللي بيضحب نفسه وبيموت وطلع في عصر مبارك وأسقط هذا الطاغية وضحى وكان بيه خاطر بحياته لا يمكن يكون هذا الشباب بيكره البلد دي وعايز يقعها لا يمكن بس في ناس مرتبط مصالحها بنظام مبارك وارتبطت حياتها بمبارك وكانوا شركاء مبارك في الحكم لا يمكن يكون هم أبرياء خلينا نشوف يا أستاذ متولي مين فينا نفسه أطول وإحنا نفسنا أطول عندنا ثقة في شعبنا وإن شاء الله هيتحمل أي صعوبات وهيتجاوز المحنة بإذنك يعني أستاذ متولي أنا بشكرك جدا على وجودك النهاردة إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر نكلم فيه أكثر باستفاد شكرا مشاهدين كده وصلنا لآخر يومنا النهاردة من نهارك سعيد يارب يكون يومنا النهاردة قدرتوا أنتوا أويدنا نحن نعرض فيه الرأي والرأي الآخر نشوفكم بكرة ويوم جديد وحلقة جديدة من نهارك سعيد شكرا شكرا